أصيلة وبنت أصول ده الرد التلقاء الطبيعي لأي شاب لما يتسئل عن مواصفات شريكة حياته بس هتعرف إزاي إنها أصيلة؟ طبعاً من المواقف بتسد معك لما توقع وبتكون أول الدعمين لك ولا بتتخلى عنك وتعرفك بس وقت ما الدنيا تتحكلك الأزمات أكبر اختبار لاستمرار العلاقات ومن خلالها هتعرف مكانتك عند الطرف التاني الحب الحقيقي إنك تلاقي النص التاني لك في ظهرك لما الدنيا تيجي عليك وده اللي حصل مع أبطال حكايتنا النهاردة مثل الزوجة الأصيلة زي ما بيقول الكتاب ملهاش دعوة بقى بالخناقة بتاعت الرجل والمرأة اللي دايرة ليومين دول مش هتصدق عملت إيه علشان تنقص جوزها من السجن وإزاي كانت السوشيال ميديا الحل في أزمتهم ورد فعل أهلها كان صدمة كبيرة أنا ماريا ماجدي وكل ده هنعرفه في الفيديو ده تزل كل الوقاعة المريبة اللي بتحصل حوالينا وتفتكر إن الدنيا سودت في وشك حاجة زي دي تحصل وسط العتمة بتبعث لك رسالة إن الدنيا لسه بخير ولسه في ناس ولاد أصول وبيقفوا مع بعض وقفة رجالة نوحة أبو ظهرة اللي ضربت مثال بتصرفها ده عن كل معاني الحب اللي في الدنيا زي كتير من البنات هي وجوزها علشان يتجوزوا اتدينوا لطوب الأرض وأكيد جابوا حاجات كتير مش محتاجينها بس علشان عروسة لازم تجيب كل ده وده اللي بنقوله دايماً أنتوا فاردين بس هاتوا اللي يعايشكم مصطورين وواحدة واحدة هاتوا بقيت الرفاهيات ولكن ده نصبهم واللي حصل حصل نوحة بتعيش في مركز بدر في البحيرة وتجوزت من سنتين وقالت أنا وجوزي اللي مجهزين نفسنا واشترينا معظم العفش ومستلزمات الجهاز باللقصات وجوزي شغال صنايا يفران ومطلوب مننا ندفع حوالي 17 ألف جنيه قصات شهرياً ده غير إيجار شقتهم وإيجار الفرن بتاعت جوزها نوحة قالت كمان أن أحمد جوزها كان عنده تكتك واضطر يبيعه قبل الفرح وده علشان يسدد الديون الخاصة بإجراءات الجواز وبعد مرور فترة من جوازهم اشترى تكتك تاني بالتقصيد علشان يوصل ويوزع بيه لعيش من الفرن للمحلات لكن التكتك ده كان هو سبب الأزمة والديون اللي هم وقعين فيها ومعرفوش يدفعوا القصة لمدة شهور فالتاجر رفع قضية عليهم وكمعات دليل ووصلات الأمانة طبعا الدنيا دائت جدا عليهم ولا أهل ولا قريب بيساعد الله أعلم بظروف كل واحد طبعا ما نقدرش نلوم حد لأن الحالة صعبة على الكل المهم أن نوحة ما بقتش عارفة تعمل إيه ولا عارفة تنقص جوزها إزاي لحد ما بدأت تبيع كل اللي حالتها عافش بيتها اللي لسه بتسدد فقصاته النيش واللي فيه البطاطين ورفاية على المطبخ حتى هدمها اللي معظمها لسه بكسها والجزم والشنط كمان أعرضتهم للبيع على صفحتها وقالت الناس جسارتني وكانوا بياخدوا مني الحاجة بقى أقل من نص تمنها رغم أنها لسه جديدة لكن أنا علشان محتاجها تتباع وكنت بعاية على الحاجات اللي بتتباع وكنت بعاية على الحاجات اللي بتتباع وفي الوقت اللي هي بتجري في كل ناحية علشان تجمع بس فلوس اللي على جوزها اتفجأت بأن التاجر رفع قضية على جوزها وخذ ثلاث سنين مع حكم التنفيذ وجوزها في الوقت ده كان مسافر في محافظة تانية وبيجري برضو على أكل عيشه وبدل ما كان التاجر ده ليه 13 ألف بس ده طالب ب27 ألف جنيه وطبعا المصايب بتيجي مرة واحدة كمان تاجر الأنتري رفع قضية برضو علشان ليه أربعة تلاف جنيه طبعا قفلت معاهم بالضبة والمفتاح وما كانش في حل قدامها إلا أنها تستغيث بالناس من خلال السوشيال ميديا وده اللي حصل وبعد 12 يوم بس قدرت تجمع المبلغ من أهل الخير وتنقص جوزها الغريب بقى هو رد فعل والدها لما طلعت للناس من خلال فيديو بتستغيث فيه وبتطلب المساعدة قال لها لا أنت بنتي ولا عرفك فضحتين وتبرى منها الوقع دي بزمتكم بتفكركم بإيه فاكرين التصريحات المستفاس ده للإعلاميتين بدون ذكر أسماء الموقف دي مش محتاجة كتالوج من حد ولا نصيحة تعملي وما تعمليش إيه أنت لو بتحبي جوزك وهو كويس معاك كده كده هتديله عنيك شوفوا هم فوادي وبتكلموا في إيه بقى لهم شهور والناس بتعاني فوادي تاني خالص هو مش كفاية تنظير منهم على الجمهور لا ستات ولا رجالة عايزين من حد نصايح وهو زي ما أنتوا شايفين كل واحد مماشي بيته باللي يريحه هو ومراته وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه ولنتوا إيه رأيكم